بسم الله أهلا وسهلا فيكم متابعيني من جديد اليوم وصفتنا هي السبانخ يخنت السبانخ مع اللحمة وجنبها الرز بالشعيرية كتير طيبة ومغذية وطريقتها جدا جدا سهلة يلا نبدأ نشوف الطريقة بالبداية عندي السبانخ الفرش رح أغسله كتير كويس وانشفه من المي غسله كتير كويس السبانخ بيكون مليان التراب ورمل بطنجرة على النار رح أضيف شوية زيت زيتون رح أضيف لهم بصل مقطع بصلتين صغار رح أقلبهم لغاية ما البصل يحصل على اللون الدهبي بعدين رح أضيف لهم لحمة فتيلة خروف المهم تحطوا نوع لحمة تكونوا بتستوي بزرعة أي نوع لحمة انتوا بتفضلوه ورح أقلب اللحمة مع البصل لحتى يتغير عندي لونها وعلى نار عالية لحتى ما تطلع منها مي كتير وتظلها محافظة على نكهتها بعد ما أقلبهم شوي مع بعض بهاي الطريقة عندي شوية توم مفروم رح أضيف التوم المفروم فوق اللحمة ورح أرجع أقلبهم مع بعض كمان شوي وأتركهم هيك خمس دقايق سبع دقايق يتسبقوا مع بعض ويستويوا كلهم مع بعض بعدين أنا عندي السبانخ هون بعد ما نشفته كويس من المي فرمته ورح أضيفه فوق اللحمة والبصل بهاي الطريقة أنا هون استخدمت ضمتين كبار من السبانخ بقلبهم كتير كويس مع بعض وطبعا هلأ هون ما بياخد وقت تطويل بالطبخ علشان كمان نحافظ على لونه الأخضر الحلو وعلى الفوائد اللي فيه ورش لهم رشة ملح طبعا السبانخ بتصير يعني النص يعني لأنه فيها نسبة مي كبيرة فبتقل بتصير كميتها للنص لو بتحبوا تحطوا فلفل أسود كمان ما في مشكلة بقلبهم مع بعض تقريبا خمس لسبع دقايق مش أكتر لو بتحبوا تضيفوا لها مي حسب راحتكم أنا هون ما بحب أضيف مي خلاص بكتفي بالمي اللي بتطلع منها رح أعمل جنب السبانخ رز بشعرية بقلب الشعرية بشوية زيت لحتى تاخد اللون الدهبي الحلو بعد هيك رح أضيف لها الرز والرز عندي رز بسمتي تقدروا تستخدموا أي نوع رز انتوا بتحبوه نقعتوا لمدة نص ساعة وغسلتوا وصفيتوا من المي كتير كويس هلأ بضيف الرز للشعرية وكمية الرز عندي كوبان من الرز بقلبهم مع الشعرية تقريبا ثلاث دقايق لحتى هيك تتغلف كل حبات الرز بالزيت بضيف الملح بعد هيك بضيف المي اللي بتغلي المي السخنة الارتفاع المي فوق الرز بيكون تقريبا عقدة أصبع وبخلي الرز يغلي بقوة وهو مكشوف لحتى ينشف عندي سطح الرز بهذا الشكل وأشوف فراغات بالرز بعد هيك بغطيه وبتركه من عشرين لخمسة وعشرين دقيقة لتلاتين دقيقة لحتى آآ يتفلفل عندي الرز ويصير جاهز وهيك خلصت لليوم طبختنا في أسهل من هيك طبخة وفوق كل هذا كتير مغذية ومفيدة وطيبة طبعا مع عصرة ليمون ولا أطيب منها وخلصت لليوم وصفتنا إن شاء الله يارب تكون عجبتكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعموا بلايك ولو لسه مو مشتركين بقناتي اشتركوا وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد منزل على القناة